أنا من أكتر الناس اللي منتظرة ملحمة الحشاشين في رمضان عشرين أربعة وعشرين من أكتر الناس اللي منتظرة هذا المسلسل اللي أظنه بل عندي تقريبا يقين أنه هيطلع رائع ليه؟ لأنه أنا من أكتر الناس أو يعني مش أقولك من أكتر الناس أنا منهم مأخوذ بالقصة بتاعة الحشاشين إياهم دول وقصة حسن الصباح والألعاب بتاعته وما كان يجري داخل هذه القلعة إلى آخره يعني فعالك ده يقولك fascinated أنا طول الوقت أريد فيها كتير جدا جدا ومأخوذ بها زي ما بيت قال فأول ما قلنا هنعمل يعني هذا المسلسل فبقيت قاعد بقى إيه؟ منتظر خلي بلك أن المسلسل زي ده بالتأكيد هيحتاج إمكانيات إنتاجية ضخمة جدا فربنا يخلينا المتحدة بالمناسبة يعني وعلى رأي عطيها زميل العزيز ومخرجنا الرائع قالي واضح جدا من التصوير والمشاهد اللي احنا بنعرضها قدام حضراتكو إنه إمكانيات واضح إنها مهولة التصوير في أماكن أقرب ما يكون الأماكن الأصلية الألعيها بتاعت حسن الصباح معنا على التليفون النجم والفنان الكبير نيكولام عوض أهلا بيك إزايك؟ مساء الفل أهلا بيك أستاذ يوسيف مساء السعادة مساء الفل دي تمشي مصري ولبناني اللي تم مع بعض أحنا في لبنان ما مستعملهاش قوي على فكرة في مصر بتستعملوها أكتر بس أنا سعيد جدا بكلامك اللي قلته عن المسلسل وأنا على فكرة زيك يعني أنا من قبل ما حتى عرف إن المسلسل حيتعمل أنا منبهر بقصة الحشاشين يعني دي من القصص اللي أنا بحبها جدا 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 حبيت إن أنت كده برضو لأ لما اكتشفت إنه كلمة أساسن جاية بسبب كلمة حشاشين فأنا بقى تخضيت اللي هو للضرع ماضي هو حسن الصباح كان مؤسر قوي كده أه 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 أبل زمان أبل زهور الحمد لله يعني موضوع الإنفلوانسر دي بيجيب لي أزمة نفسي أنا جميعا برضو لأ أنت لازم بقى تيجي يعني كلها لو سمحت البرنامج ونقعد نتكلم عن الإنفلوانسر بعد ما نخلص كلمة عن الحشاشين يا ري تنورني بجدم وتشرفني يعني نيكولاي احكيلي عن المسلسل وعلى التصوير وعن دورك أنا أول حاجة سعيد بيها هو دوري دور عمر الخيام يعني أنا عمر الخيام من أكثر الشخصيات اللي أنا بحبها أوبا آه جدا جدا يعني بالنسبة لي ده يعني حتى أنا كنيكولاي بحب عمر الخيام جدا طبعا برضو كممثل دي شخصية فيها ليرز كتيرة جدا فهي مادة دسمة جدا لأي ممثل فكنت مستمتع جدا بالشغل ولسه مستمتع بالشغل بس احنا قربنا نخلص اش كده بقول كنت وسعيد جدا بكتابة الأسفة الكبير عبد الرحيم اللي أنا أصلا أول مسلسل عملته في مصر كان من كدابته كان مسلسل بن نوس صحيح مع العظيم يحيا صخراني آه وسعيد جدا بالشغل مع دكتر بيتر ميمي اللي بالنسبة لي من أهم مخرجين الوطن العربي يعني مش بس في مصر جميل بيتر والمتحدة لأنه ده تالت مسلسل يعني معاهم وكل مرة ببقى سعيد بتعاملي معاهم بجد يعني قمة الاحترام وقمة الاحتراف يعني ما بيبخروش على المسلسل بحاجة يعني المسلسل ده بجد يعني ملحمة زي ما انت قلت ملحمة على الكاميرا وملحمة ورا الكاميرا برضو يعني التحضيرات والتصوير والشغل والسفر وكل ده معمول بشكل كويس جدا 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 يعني فيارب نيعجب الناس يعني بإذن الله حيعجب الناس مسلسل زي ده أنا أظنه صعب صعب جدا انتجيا في التنفيذ صعب جدا إخراجيا على بيتر مما لا شك فيه وأي حد يعني ده مسلسل صعب فلما على الأقل المشاهد الأوليلة اللي احنا بيتفرج عليها دلوقتي التيزرز دي فبتقول أنه دازل مجهود خرافي وصعب على أبطال المسلسل يعني وانت بتشتغل على شخصية عمر الخيام على رأيك هي شخصية مليانة طبقات صح دي حدوتة يعني هذا الرجل الحالم الحبوب المحب يتعامل ازاي مع هذه المجموعة اللي هم مجموعة من القتل المدرّة يعني شيء غريب وتنقودات غريبة غريبة جداً آه وهي الفكرة يعني أنه هو يعني هو عمر الخيام وحسن الصباح وانظام الملك هم تلاتة صحاب يعني فالصحاب دول كلها حد فيهم راح في سكة بس لسه في جواهم نفس المعزة البعض مع بعض المفاجآت طبعاً فبرضو الشغل مع مع اثنين أسجزة زي كريم عبد العزيز وفاتح عبد الوهاب بالنسبة لي كان شغل غني جداً يعني يعني كل ممثل بيستمتع بالشغل معهم صراحة أنا محظوظ إن أنا بشتغل معهم بجد خلصتوا تصوير خالص ولا لسه لا لسه 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 قدامنا شوية قربنا نخلص طبعاً يعني ولسه بتسافروا؟ لا السفر خلص كله بقينا في مصر دلوقتي فكل السفر خلص وقربنا نخلص أهو أنت كنتوا بتصوروا في كزاخستان مش كده؟ صورنا في كزاخستان تصور بارت برضو منه في ملطة آه يعني مصر كزاخستان وملطة طبعاً ده في عز البرد تصورتوا في عز البرد ثلاث قرات ثلاث قرات في عز البرد حمد الله على السلامة إحنا إن شاء الله إن شاء الله متوقعين إنه يبقى مسلسل عظيم وإحنا من دلوقتي إنا وإنت متفقين إنك هتنورنا صح؟ أخلص ديل ده وعد أول ماضح تخلص تصويرك وتستريح حبة وتطمننا على بيروت وترجع وتبقى موجود معنا اتفاق حبيبي اتفاق حبيبي يعني كل آخر ربنا يخليك يا رب وألف شكر وربنا يوفقك دايماً شكراً ليك ويوفقك يا رب يا رب جميعاً يا ربي جميعاً